سألنا أبو علي عن الطفل عمره اثنين بوجه حب صار له 15-15 يوم أتوقع هذا تشيكين بوكس صراحة ممكن طبعا ممكن يكون تشيكين بوكس هو جدري للماء إذا كان عنده حرارة بالذات وفي عنده هذا طبعا ممكن يكون جدري للماء بس أفضل شيء طبعا لازم ينشاف يعني ما في شيء تشخيص أبو علي ما تستنى شيء الأخصائي جلدية بزبط ووارد جدا أمراض جلدية للأطفال بهذا العمر بزبط شيء مشهور يعني جدا تتنوع مع الأطفال بزبط كل شيء يأتي عليهم وما بقدر يديروا بالهم على أنفسهم بزبط حكولوا التهاب فيروسي فعلى الأغلب إنه هو جدري ماء هو بيقعد هيك تقريبا بس أزم ينشاف إذا مراحش يعني ما يكونش عدري للماء إذا مراح مشكلة أبو علي إنه يعد هذه الفترة 10-15 يوم بده متابعة بده متابعة وبده مراهم عشان ما ينتقل أو مش مشكلة بعكس إذا امتقل بعمر صغير أحسن من ما ينتقلش على كبر جدري الماء كويس يا إخوان الجدري إنه يصيبوا للطفل هو صغير أطفال إذا ما صاب الأطفال حاولوا تخلوا أطفالكم ينعدوا إذا صاحب يقول نقول الدكتورة تمام أو الفكسين أو الفكسين موجود طبعاً المطعوم الجدري الماء موجود هلا موجود المطعوم مطعوم جدري الماء موجود ياخدوا المطعوم لأنه إذا صابوا على سن كبير خطورة على العين على الجنة له مضار صراحة طيب برضو سألنا سيد عبد الله السواعي عن الصداع والتي أبدا نرد عليك في حلقة ثانية إن شاء الله لا أنا بتسأل فيه فيتامينات ممكن تاخدها للشعر التأوي أنت قلتنا الحديد الفيتامين دي تري بسالة المبالغة يمكن إذا بنقلهم فيتامين دي وَيْنَقِلْهِمْ زِنْكَ وَيْنَقُلْهُمْ حَدِيدٌ هلَا الفيتامينز ما بتضر إنهم هم ياخدوهم بشكل متواصل من غير إسشارة الطبيب برضو صراحة خاطئ لأنه زي ما فيه قلة الفيتامينات بتعمل مشاكل كتلت الفيتامينات هيبرفيتامينوسيس برضو بتعمل مشاكل صراحة برضو مشكلة يعني الإسراط في تناول الفيتامينات يعني برضو هاي برضو مشكلة ممكن تعمل مشكلة عكسية على الشعر ممكن تؤدي إلى تساقط شعر ممكن فأي إشي بيزيد عن حده بالإلي بتضده بلاش المبالغة لا بطعام ولا بأكل طيب مريم بتحكي سؤالها اللطيف يعني عجبني أنه إحنا بنحكي بالجلدي مع أنه ما له علاقة بالشعر بس عم تحكي بعد عمليات تخسيص وربط المعدة أصل المعدة وشفط الدهون بيصير في تراهل نحكي شوي عنه نحكي أشياء الأثيكل في هذا الموضوع الأثيكل معناته الأخلاقي الأخلاقي طبي الأخلاقي بالضبط أنه إحنا نحكي هلا اللي بيده يقص معده أو يربط معده أو أنه هو يسوي شفط دهون لازم يكون برضو متبع أخصائي تغذية أو أخصائي تغذية معاه أنه تساعده أنه ما ينزل فجأة لأنه النزول فجأة صراحة هو من أهم أحد العوامل اللي بيرهل الجلد زائد أنه يعني إذا الواحد نزل شوي شوي احتمال تراهل الجلد أقل طبعا زائد أنه ممكن الواحد يلغي بالكامل إذا كان وزنه معقول يعني زائد وزن إذا كان وزنه معقول طبعا نقول واحد زائد 20 كيلو ممكن يسترجع جلده مع الرياضة مع أخصائية تغذية طبعا بيساعد هذا الموضوع كتير صراحة بس إذا كان في مبالغة بزيادة الوزن يعني زائد وزنه 40-50 كيلو 40-50 كيلو طبعا ممكن يصفي فيه عندنا جلد زايد وهذا بده أص حتى لو كان برياضة نزل ونزل بطلق طبيعية بس طبعا ما أقول لك يعني بيكون حسب التراهل تراهل حتى هاي الثانيات دكتورة صحيحيني إذا كنت غلطان هاي إذا لم تزال بتكون منطق التجمع ونمو فطريات وروائح سيئة والتهابات وتقرحات بالجلد فتراهل كتير لا أكيد بده أصو شد من قبل جراح تجميل طبعا مش قبل أخصائي جلدية من قبل جراح تجميل طبعا وبسموها العملية إيش هلا مثلا للبطن بسموها التاميتاك إني أنا بقص وبشد وبشد وبقص وبشد المريض هل بتترك ندب؟ شوف الندب آخ أجنع وضوع الندب هلأ الندب حسب المريض جسمه صراحة وأكيد إلا ما تترك ندب يعني أنت جلد فتحته عن بعضه رح يترك لك ندبه لو شو مكان الجلد صغير مدروش حتى إيد الفنان اللي فتح الجلد والفتح صراحة بدها تجيبني للسؤال بدي بدي أحكيها بس هيك على السريع لقبل ما ننساها ننسيت من سألني من الاتصالات بس حكولنا عن الأدوية اللي بشتروها الناس من أعشاب إلى حبوب إدهن هذا صب هذاك أفرك ما تفرك هو بسأل عن الفضائيات أنه مرات بيكون فيها بالذات المشت اللي فيه الأحمر هذا الموجود يعني المشتة فيه لون أحمر بيكون طالع من المشتة هلأ نحكي شوية إشي طبي نحكي برضو هلأ فيه إشي اللي هو اللو ليفلز دايود ماشي؟ اللو ليفلز دايود هلأ نوع من أنواع بيسمون الليزر البارد اللي بيساعد على أنه الشعر يطلع أو أنه ينمي الشعر هلأ هذا الجهاز صراحة مش متوفر مش موجود بالأردن يعني لسه ما حدا نزله كجهاز لأنه هذا الجهاز بده جهاز لك تععد فيه جهاز محترم بده ترى الجلسات بالأسبوع تمشي عليه ثلاث شهور وهذا صراحة بيطلع شعر وهذا إشي طبي مدروس معروف نحكي هذا الأخلاق أما المشكل الجديد وغزية الصبار وهذه القصص لا صراحة غير طبية يعني مش معترف فيها من أي ناحية طبية صراحة فهذه خزع بلات نحكيه منتاز أنا بحب هذه الكلمة هذه خزع بلات سأجدوا عنكم خزع بلاتي فعلا إحنا عنا كتير خزع بلات على فكرة ملحقنا ثلاثة أربع المواضيع اللي كنا بدنا نحكي لكم يوم باقي معنى القليل من الدقائق دكتورة بدي أسألك بسرعة في موضوع الـ PRP أو البلازما الغنية بالصفائح عم بيحكوا عنها جديد هداك اليوم طبعة أحلام على برنامج والآن عملت PRP ووجدي صار وتحسن حلو إنه نعرف إنه إذا فيه إشي إليه مستقبل في الطب وبدي أسألك عالسريع ليش صاير فانتازيات الليزر سلنا نسمع عن الليزر بالجلدية بيحكوا الليزر وهذا يعملوا بالليزر وهذا زياد شعر شيلوا بالليزر فقدان شعر كبروا بالليزر عندك ندوب شيلها بالليزر هل الليزر سحر؟ يعني مش عارف كأنه فيه 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 سحر بالموضوع بفضل يا دكتورة أعطينا إياهم بمجمل عشان نختم بعدها نحكي شوي عن حقا لبلازما لأنه حقا لبلازما يمكن هذا أكتر موضوع اللي هو بسموه PRP أو البلات لتريتش بلازما هذا الإشيء الجديد بالصفائح الدموية تمام هلا اللي بيسموها باللغة الإنجليزية اللي هي اسم تاني بيسموها الفامبير ليفت الفامبير ليفت اللي هو رفعت مصاص الدماء رفعت مصاص الدماء لأنه مستخلص من الدم بالضبط إحنا بناخد من نفس الشخص بنسحب من 10 إلى 20 سنتي من الدم وبنحط في جهاز التطرد المركزي وبنفصل البلازما وبناخد هذا البلازما أو المصل هذا المصل هذا هو اللي بيكون محتوي فيه صفائح الدموية خلال الجدعية عناصر النمو اللي لازم لتجديد كلها مواد رئيسية في نمو الخلايا برجعوا بحطوها برضو بفقدان الشعر عم بيعطوها هلا حكي شوي عن فقدان الشعر عشان نكون دقيقيا هي أكثر إشي هاي اللي زي ما قلتلك اسمها فامبير ليفت ليفت يعني أنا بشد رفعة بالضغط شد الوجه فإن أنت بتعطي حيوية للشد أو حيوية للوجه بتساعد الكولوجين على إنه هو يزيد هاي الحقن مش زي حقن التعبئة بتساعد الكولوجين على إنه يزيد ويتكون وإنه يجدد هاي الحقن نحكي إنها مش حقن تعبئة مش حقن الفلر ذات نفسها هاي مهم كتير يعرفوها إن المرضى الحقن المستخدمي بالPRP يا إخوان مش نفسها حقن الفلر أو حقن الكولوجين أو حقن البوتوكس كمان الإشي التاني اللي بحب أنوه فينا المريض إنه هلما أنا أسحب لك دم لازم أحط لك يا في شيء معين مش بتيوبات معينة مغلقة تسحب وبيضله مغلق ويطرد بنفس الوقت بس فيه تيوبات أقول لك فيه متيوبات متخدم المختبر نفسه هاي تيوبات مختبر ما بتزبط بهاي الPRP لماذا؟ الPRP أصلا تخيطتها بدنا نستخدم هاي تيوب بدك تستخدم تيوب يعني أقول لك مثلا البوتوكس البوتوكس مثلا لازم تروح على الشركات المعروفة تبعة البوتوكس هي ألرغان وديسبورت وعرفت على كيف هي الشركات المعروفة لازم تاخده بارد ويضل بارد وحفوظ بارد لا وهي شركات بوتوكس صيني فيه كذا هاي الشركات المعروفة إنها للبوتوكس شاء الله هي الصين خلت إشي كل إشي عند الصين تمام أما بالنسبة للPRP صراحة هو يعني اللي مسؤول عنه شخص حدا واحد لا بحبش أحكي عن بالإسم بس هذا الإشي هو اللي معروف يعني هما نفس المستودع أو نفس هما اللي بيجيبوه لك نفس التيوبات وهي تكون عندك وأصلا المريض لازم يشوفها ولازم يشوف اسم المستودع موجود هذا المستودع بيعطي لكل عالم أو بيعطي لكثير بالزبط بيعطي ورد وايد ممكن نقول اسمه ريجن ريجن لاب ريجن لاب ريجن لاب هما المسؤولين اللي يجيبوك لتيوب لأنه مش IPRP لازم يكون ماخدينه من الريجن لاب على أساس لأنه فيها المادة المحطوطة من ضمن التيوب هي اللي بتحافظ لك على الصفائح الدموية هي اللي بتحافظ لك على على عناصر النمو إذا مكنك بهذه التيوبات نفتد الأشياء اللي إحنا ما كدين الدم عشانها You will have zero percent استفادة ما رح يكون فائدة بالموضوع عشان هيك بتلمحوا الفرق بأسعار IPRP حتى لأنه بتلاقي مثلا 100 200 300 بتلاقي طبيب يعملها بخمسين بمئة بتلاقي طبيب يعملها بخمسين بمئة بتلاقي طبيب يعملها بخمسين بمئة يعطيك أحسن نتيجة غصبا عنه أن هذا مصدر واحد مثلا أن هذه الإبر هو ريجن لاب زي ما عم نقول إحنا هذون الإبر غاليين كثير فطبيب اللي بدون يستخدم إبر ريجن لاب ما رح يكون تكلفته مثل الطبيب اللي عم يستخدم أي حقنة أخرى بس الفائدة عند هذا الطبيب ما عم نقول إنه الأغلى أحسن في بعض الأحيان غلاء الإجراء مبرر طبعا طبعا بالذات بهاي العملية فهي مهم كمان المريض لازم هو يشوفه بعينه صراحة عشان ما ينضحك عليه بالمرة يعني هاي بم كتير بس برضو ما بصير يعني مش أخلاق إنه إحنا نعطي المريض الحقنة ونقوله تفرج هاي صراحة قلت بالعكس يعني يمكن بتقلل من إحتاج لازم يكون في ثقة أعلى في الكادر الطبي لازم يكون في ثقة أعلى ورقابة طبية من الأطباء على الأطباء طبعا هاي مفروض صح بس برضو إنه يكون لو يكون عارف خلص بتلاقيه مرتاح نفسيا أكتر صراحة إنه أنا مش استخدمت إنه مادة نسكم أو هزيلة أو بهاي الطريقة صراحة هذا إشي كتير مهم للمريض حقه أصلا إنه يعرف أخر دقيقة أحكي لنا عن الليزر اللي هو مجال اختصاصك ليش صاير صحر وخلينا نختم بهاي المعلومة هلا الليزر مش سحر صراحة ومش حل جميع المشاكل هاي إشي كتير هذا إشي كتير مهم نعرفه إنه الليزر هو طبعا ثورة في عالم الجلدية هو ثورة إنه إحنا أعطانا خلول لشيء كنا نوقف ما نقدر نحلها زي مثلا حفر حب الشباب مشاكل هاي صار نقدر هلا حفر حب الشباب ممكن يعمله هو السنفرة بالضبط نسنفر الجلد هاي الطريقة بالضبط بيسقل الجلد ممكن طبعا هلا الشعر الزايد والستات اللي عندهم مش مشاكل في الشعر الزايد اللي عندها مشاكل بنفس الشعر شعر بنمو تحت الجلد بصير تقارنات بنفس الشعر صار إلها حل إنه هي تعمل ليزر إزالة شعر مثلا الناس اللي وشموا وندموا على الوشم مثلا إنه برضو هذول تصار إلهم في حل إنه إحنا نزل فإحنا أي المشاكل اللي كنا نوقف قدامها ما نقدر نعمل أي شيء الليزر اللي قالنا حل ولكن هذا مش معناته إنه الليزر هو حل جميع مشاكل الجلدية أو هو السحر واحد من الحلول طبعا هو أحد الحلول بس مبالا في براشل لأنه اسمه إذاعي مش بس هيك مهمة كتير إنه المريض يتوجه لأخصائي طبيب جلدية وليزر يعني جلدية وليزر تعفل إحنا هلا كتير المراكز انتشرت ما فيش فيها أطباء بتعرف فهي المشكلة الأكبر اللي موجودة عنا صراحة فالمريض لازم دكتورة رشل ينتهي الحديث في عيك الليزر مش سحر يا أخوان بيساعد فيه الإجراءات كتير إن شاء الله يا رب نكون فدناكم بها الحلقة شكرا كتير على معلوماتك الغنير أفتينا أفتيهي أنا اتنورت منك كتير اليوم أعزائي المشاهدين ها كانت حلقة من أطباء على الهوى بخصوص الشعر والجلدية عموما هتكون مواضيعنا متنوعة بالأسبوع القادم تابعونا كل سبت أطباء على الهوى على الساعة السبعة إلى ربع المساء حصريا على نورمينة أهلا وسهلا نلقاكم في حلقة جديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة